اشتركوا في القناة تعتبر فترة الحمل فترة هامة في حياة كل النساء الأمومة هو أجمل ما تشعر به النساء لكنها ليست مهمة سهلة مع اختلال مستويات الهرمونات الغثيان الرغبة في التقيؤ وقد تعاني المرأة الحاملة من النفور من تناول الطعام مما قد يتسبب في نقص العناصر الغذائية للجسم وبذلك تتأثر البشرة والشعر أيضا وتظهر مشكلة الكلف حب الشباب وتساقط في الشعر والتسبغات وبهتان في البشرة لذلك على كل النساء ترطيب البشرة أثناء فترة الحمل رطي بها من الداخل والخارج ضروري من شرب لترين من الماء يوميا أكثر من السوائل الخضروات الفواكه كل يوم ضعي تونر الحليب سواء حليب وحده مرره بقطنة على البشرة تركي 20 دقيقة وامسحيه بماء دافي وكرر العملية بماء بارد ورطبي بزيت جوز الهند أو الحليب إذا كان متوفر عندك العسل ضيفيه قليل من العسل واحركيه جيدا واستعمليه كتونر طريقة هذه رائعة لترطيب بشرة الحامل ادهني البشرة بالزيوت الطبيعية لتعطيك تغفية للوجه تحميك من التسبغات والشحوب والجفاف زيت جوز الهند مثلا كل لها ادهني بها البشرة هي أمينة على بشرة المرأة الحامل وتعطيك ترطيب طبيعي جدا خصوصا إذا كانت بيوء وعضوية أو استعملي زيت جوز الهند العادية هي كذلك تعطيك الترطيب أهم حاجة أنه لازم ترطيب البشرة يوميا لا تتركيها جافة لأنه سوء التغذية أثناء فترة الحمل بسبب التقيئ والغثيان الكثير يؤدي إلى الشحوب والشحوب يسبب جافاف للوجه والتجاعد المستقبلية وكوارث على البشرة احميها بالترطيب أو رطبيها بزيت الأرقان وهو صديق للنساء خصوصا الحوامل يحمي لك البشرة من الكلف من التسبغات الجلدية حاول تشتريه كن أصلي هو يعطيك نتائجا رائعة ويحمي لك البشرة من التشقوقات زيت الفيتامين إي لا فيتامين أ الفيتامين ه سواء كابسولات أو زيت الدهني به البشرة هو ممتاز في الترطيب والطبيعي بإمكانك وضع المسكات الطبيعية اللي يكون فيها مثلا صفار البيض بياض البيض أهم حاجة يكون المسكات هذه من المطبخ من الثلاجة أو أعملي مزيج من هذه الزيوت وضعيها في ألبا ورطبي بها البشرة دائما قبل النوم حتى جل الألوفيران جل الصبار ممتاز للمرأة الحامل وآمن إذا كان عندك هالات سوداء ضعي كما ذات من الخيار سواء هكذا طرية على دائرة العينين أو ضعيها في المجمد تتجمد استعمليها يوميا مرتين صباحا ومساءا أو مساء قبل النوم تركيها ربع الساعة وأزيليها ورطبي بزيت الفيتامين إي أو كابسولات الفيتامين ه أو زيت اللوز اللحلو هي طبيعية وآمنة على منطقة حول العينين وبالنسبة لحب الشباب والبثور والحبوب التي تظهر في فترة الحمل قومها بالتغذية الصحية الخضروات الفواكه شرب المياه الكثيرة تعدي عن الدهون عن السكريات عن الحلويات عن المقليات إذا كان متوفر عندك زيت شجرة الشيء الأساسي ضعي قطرة من زيت شجرة الشيء الأساسي وضعيها مكان الحبوب فقط راح تختفي يقضي عليها حتى هذيك اللي تكون راح تنمو يوقف نموها وإذا كنت تفضلي كريمات الصيدالية اختاري الكريمات والمراهم ذات الأصل النباتي بالنسبة لجفاف الجلد كل يوم قبل النوم أعملي مزيج من هذه الزيوت أو أحدها الدهني بها الجسم على شكل مساج دائري هي كذلك ممتازة وتحميلك الجسم من التشققات من الخطوط الحمراء والبيضاء مستقبلا بالنسبة للمنطقة الحساسة من الأفضل أن تختار طريقة إزالة الشعر بالموس يعني بشفرة الحلاقة وليس بالحلاوة بعد نزع الشعر مباشرة يدهني المنطقة بهذه الوصفة عندك حليب ضيفي له ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو وملعقة من العسل كل يوم صباح ومساء أغمسيها ضعيها على منطقة البكيني بين الفخضين العانى المهبل كلها أتركها لمدة 35 دقيقة حتى 40 دقيقة وبعدها نشف المنطقة جيدا بقطنة مبللة بماء دافي والسعم لمقشل المنطقة مرتين في الأسبوع قليل من السكر سواء الأصمر أو الأبيض متواجد عندك نضيف لوزيت الزيتون وقليل من عصير الليمون طبقي هذا المقشر مرتين في الأسبوع على المنطقة أفريكي فرق ناعم وأغسلي بماء دافئ وأغسلي المنطقة الحساسة بأي نوع غسول يوصفولك الطبيب وحتى هذا يدغالين ممتاز للمنطقة الحساسة للحامل ولغير الحامل بالنسبة للشعر أعملي له حمامات الزيوت وأكثر من تناول الأغذية الغنية بالحديد الزينك البوتاسيوم الماغنيزيوم لأن الحمل يسبب تساقط للشعر حول تقاومي هذا التساقط بالوقاية اعتني بالشعر قصيه قصيه في فترة الحمل قصي أطرافه تحمي الشعر من التلف من التساقط أكثر فأكثر لا تهمي لي واقع الشمس أثناء فترة الحمل اختاري نوع جيد ليكون بوصوة طبية وابتعدي عن الكريمات المؤذية للحامل خصوصا البيافين هو عدو للمرأة الحامل ممنوع على المرأة استعماله وهذا الفيديو كان تلبية لطلب العديد من الأخوات في التعليقات عن روتين المرأة الحامل نشكركم أخواتي على الدعم نشكركم على التواجد الجميل في قناتي وما تنسوش تشتركوا في قناتي الثانية Everything with Heba واتتابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك وإن شاء الله في مزيد من الوساطات الفعالة لكم شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام